تطول الأذرع الإيرانية شرقا وجنوبا في المنطقة العربية تنتشر في سوريا وتحكم في لبنان والعراق وتطلق النيران في اليمن إلا أن ذلك كله يراه الإيرانيون نفوذا قلقا لا يستقر إلا بمد طرق على الأرض وبناء منظومات متكاملة تغير ديمغرافيا في مناطق وتتزعزع الأمن في أخرى تختلف في الأساليب والطرق لكنها تتحد بالهدف والغاية إنه إحكام السيطرة دخل الاتفاق بين إيران والحكومة في العراق إلى جانب النظام السوري لإنشاء طريق بري يربط طهران بدمشق مرورا ببغداد حيز التنفيذ بوصول وفود فنية إيرانية إلى العراق للتباحث حول مشروع شبكة الطرق الإيرانية الطويل بمسار يصل لأكثر من 1200 كيلومتر ثم يمتد لاحقا إلى الأراضي اللبنانية بحث التفاصيل يأتي عقب اجتماع عسكري كبير بين رئيس أركان الجيش الحكومي ونظيره الإيراني ثم وزير الدفاع السوري جرى خلاله بحث عدة ملفات من بينها الحدود وفتح المعابر بين العراق وسوريا بما يتلاءم مع تنقل رايات الصفراء بين البلدان الثلاثة صحيفة العرب الجديد نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن الوفد الإيراني يناقش تحديد مسار الطريق كخطوة أولى إذ يرغب الإيرانيون بمسار بعيد عن القواعد الأمريكية يكون أحدها من كرمنشاه الإيرانية ثم ديالا مرورا بشمال بغداد وصولا إلى سلسلة جبال حمرين ونينوة ثم محافظة دير الزور السورية أما الثاني فيبدأ من ديالا ويمر بمحاذاة العاصمة بغداد ثم قضاء أبو غريب والفلوجة وصولا إلى القائم على الحدود مع سوريا وبصرف النظر عن الطريق البري وما يكتنفه من خطة سريعة الأجل للحرس الثوري الإيراني للوصول إلى سواحل المتوسط فإن الخطوة قد تدفع المشاريع الأممية والمنظمات الدولية لوقف محاولاتها إعمار بعض الطرق والجسور التي دمرت أثناء الحرب لا سيما مع استغلال إيران لشبكة الطرق الحالية في المشروع وهذا ما دفع بعض النواب للتحذير من خطورته كونه سياسيا أكثر منه خدمي وفرضه يعود إلى مصالح دول إقليمية وليس العراق بحسب النائب محمد الحيدري مصلحة إيران يراها الكثير من ساسة العراق مقدمة على مصلحة البلاد وهذا ما فهم من تحذير النائب محمد العبد الربو من مغبة المشروع على اقتصاد وأمن العراق بل قد يكون تفعيلا للهلال الشيعي الذي حذر منه سابقا الملك الأردني عبدالله الثاني اشتركوا في القناة